ناقش مجلس إدارة هيئة مستشفى سيئون العام في اجتماعه برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الوادي والصحراء عامر العامري جملة من الإجراءات الهادفة إلى رفع كفاءة العمل وتحسين مستوى الأداء وفي الاجتماع استعرض رئيس الهيئة الدكتور محمد العيدروس تقرير شامل على الانشطة والفعاليات المختلفة التي نفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية وكذل مخيمات الطبية في مختلف التخصصات النوعية كما ناقش الاجتماع مشروع موازنة العام الجاري والصعوبات التي تعترض سير عمل الهيئة وسبل معالجتها لضمان تقديم خدمات أفضل للمرضى والطالبي هذه الخدمات الصحية هذا وأكد العامري حرصة سلطة المحلية إلى تدليل الصعوبات والعمل على توفير الاحتياجات ترجمة نانسي قنقر